موسيقى راح تقول لها عاد البشر مش اي حاجة بتقبعش عمل نتخفصها اهلا يا عاد البشر مين اللي عمل كده؟ موسيقى تعال معايا عبدالعزيزي تعال معايا اللي اسمنا اعمل معايا ما عنديش كلام اقولها يا بشر يعني ايه؟ اسمعنا كويس يا عبدالعزيزي وفهم الكلام اللي اقولولك اللي عمل العاملة دي يكرهك وكان ناوي يدمرك مرة جاي هيطولك او هيطول اخوه او اهل بيتك لازم تتكلم وتقولي هو مين بس كان فيه عدوة بينك من اي حد قولي هو مين وانا هقدمه للنيابة وبالدليل كمان اتكلمة عبدالعزيز معلش يا سيارتك بس احنا نراي بس الحالة النفسية وانا وهتساعدك ان اول ما الدنيا تهدر انا هجيبه نعمل محطر في الاسم ماشي انا هراي حالتك النفسية بس هامل حسابك مفيش شغل انتقام وعصابات وطار فهم يا عبدالعزيز انا مستنيك في الاسم قدر الله ما شاء فعلي يا جماعة زي ما بانينا مرة هنبني مئة مرة صلع النبي يا وليد القاعدة هنا ممنهاش نافع يلا بينا يلا يا زيزو لا انا لا اعد روح انتون عايزة بقى الوحدة انا اعد معاك انا مش اسيبك لوحدك يا زيزو اتعاد هنا من الفجر روح يا وليد عايزة بقى الوحدة روح يا زيزو ممنهاش حدا قلت عايزة بقى الوحدة يلا وليد يلا قلت عايزة بقى الوحدة 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 قلت عاق allá لم تتكون عايزة بحق لuan قلت kırmicky معايزة بقى الوحدة satu بعد هالك ولت خاد قلت عامل حسابي يا أشكايل حس ان خدت حتى الدين ألم ومش عارف أرد حس ان متكتف قطع يده اللي همدها على سيد الناس استعمائي المجرمين مين اللي ليه طار عندك الشارع كله يا شباب حسبتها غلط وليت أحمار كنت فاكر ان أم هيجولي لحد عندي وحسسهم إن كبرت وطلوبوا على السعر واتحكم في السوق المزاكي بس هم فعصوني تحت رجليهم زي السلصار ويرحمك يا أبو قالها وميت اللي بلى ناس بينداس يا أولدي مين اللي قال انك بلى ناس يا والدخال طب انا هكلموا أمي في البلد واجول لها تجيب إخواتها ومعهم أربعين راجل بالسلاح عايزهم ميتها والدخال عرف مين اللي أعملها ولا نوليها على الصغير والكبير والله العظيم يا منتخال واجول جالتها مرة لحل فران شارع عبد العزيز يخشوا شحورهم ويعرفوا إنك سيدهم وكبيرهم وتزير فيها رجال تكلميهم يا شيكي بس إحنا هنا أعمل حاجة أكبر من كده بكتير إيه القرارات المفاجأة دي هتسافر إزاي؟ طب والله حصلها ما تقلقش أنا هاخدك معادي دلوقتي تديك قرشين كده تخليه معادي أعزك توضى بالمحل يا قد وترجعه زي الأول واحسن اللي يفطة دي لازم تنور اللي يتحرقت دي وتجيب شوية مموعة وتميل على أنور كده لو احتاجت حاجة أنا مش موجود فاهم تمام على بركة الله الواحدة بالنزبار دا قاعدة لو شمره إن الزاب يعني عودة على الله ولا أي ضمعة حزن يعني ولا إيه تخافش على قديم يا بكر هنرجع إن شاء الله نقف على الرجلين من أول وجديد أصحاب وحبايب أصيل أسته وتقدر الله وبشاء فعل يلا بينا عشانا بيكي خبير يلا بينا خد يا عبد المحبوض القرى بيه أنا عمسط لا انت بده هرده البساعد بتاعي ودي لو لقيتك آآ عمليبك السادعة السامعة دي أصدر ما تردش علي هدي زي ما عملتك بوقت داعب لغيرك وألف زيك أه سابع كلام ولا مش سابع هدي موقت انسفك ووصل الشارع عدل هزيدك كله روح عدل الواحد دا أصرا هاتلي شهاي يا اجري يا اجري يا اجري يا بيه زعي وكولة كل تفتكر يا نديل ما دي عايزة مفومية الواحدة حينتقم إن شاء الله يصرف كل اللي معاه وبعدين بقولك إيه اللي ودع عام الشغل جامد قوي قوي مع الدوري يبقى متعلم من أبوه طب هنعمل إيه في جوال حاجة نتخدى بيه قبل ما يتعشى بيه لا يا حبيبي الساكلة دي تبشي فيها الواحدة هاي عايزة نوصل لحب المشنقة الله ما ما تمشيش معاه لغاية نص المشوار وبعدين تخلع لا يا أخويا أنا لمشيت معك لنص المشوار اللي بدأتوا من أصلي ليه مش أنت اللي علمتوا صنعت الجاري وارا الجنيه وعادتوا على حجرك ما قلت يا عبان كده تضربه بالطوبة وتفتكر إنه مات لكن لا السم أصلا موجود في دماغه ومستني مستني عشان يلدعك كل تعبان له رفاعي طلع طب تفتكر مين الدوري متشكرين يا باشا متشكرين كلنا أنا ووليد وامي والمنطقة كلها بقلاش بقى يا عزيز والمنطقة كلها ونزل لي السبت دي وبعدين الحاجة خدت حقها تمام وربنا يتقبل منها وأخوك وليد ما هو زي ابني تمام بس خليه بقى يشد حيله عشان نسبته ربنا خليك يا باشا أنا برضو جيت أسلم عليك حشان بأمر اللامسات البكرة الفجر هتجيب المحمول برضو؟ أنا عملت دراسة وافية للمصلحة دي ولقيتني دا قوانها ولو اتأخرنا عن كده حد هيجي وقضلنا في المصلحة بقى ونبقى بنحكي في المحكي نحكي في المحكي تاني يا زيزو طب يا سيدي ربنا وفاك وتسلك وأنا عنده وعدي أنا لقيت لك الراجل اللي حسلكلك لك بوضوع الخطوط من الشركة كبان وده عشان مفيك يا باشا أخبار القرية السياحية ايه؟ قديني دفعت الإرشيلات ومستني مفيش أخبار بس انت مش عايز تقولي مين حلالك المخزن والمحل بتاعب بقى؟ تجولش بقى لك يا باشا موضوع وعدة كلاب تاعوي وققوا فيلها تسير ربنا بس يعيننا على الكلاب خصوا بقى يا زيزو أنا مش عايزك تتصرف بأي طريقة ألو أيوة مين أهلا يا هنديل محلك تحرق انت كمان؟ ولا النار بتحرقش مومن؟ مم 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 لا اسمع بقى أنا هقولك اللي عملها ده واحد خايب وجباني وهايف وعشان تبقى فاهم كمان عبد العزيز بيه يا عبد قدامي هنا وحطت رجل على رجل ولا كان في باله طيب ماشي 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 يا سيدي أنا عارف أن عبد العزيز بيه حبيبك وحبيب الشارع كله كل ده على لاسوا عيني بس انتو كمان كنت تعرفوا اللي عملها لو كنتو عايزين تعملوا كده مم بس وحيات أبوك بقى يا هنديل انت وشرشابي زي ما أنا بتكبركم كده ما تصغرونيش في الحتة خصوصا بقى انها هتتقايد ضد مجهول وأطلع أنا قدام الحزب بقى مش هقدر أسيطر على الدايرة بتاعتي وسايب المجاذيب واللي سايقين الهبل بيسوقوا الهزار ويتقلوا فيه على ناس محترمة زي عبد العزيز بيه مع السلامة يا نديل برضي يا عم يا باشا أنا تلميزك ومعاك بنتعلم إزاي نبقى أكبار حتى مع الأوباش والناس اللي ما تسواش أه دي كلتها لاس ما بتسواش فعلا سيبك بقى مني في دماغك وخلينا نفكر في شرمامة كبيرة ولا إيه شوف يا باشا مش مهم إزاي ممكن تكسر المهم ليه ممكن تكسر وأنا بقى تعودت لما خصى رقف وأحسبها وأحسبها الناس ده نعرفهم كويسة باشا وعارف إن لو سكدت عليهم مش هعرف ألم الدور تاني عليش سيبني بقى لدماغي المرادي وأوعدك إنها مش هتتكرر بعد كده بشكلك ركب دماغك بس زي ما تحب بس بص يا زيزو أنا مش عايزك تضغط علي ولا تحردني ها مش عايز الدائرة انتخابية بتاعتي تبقى مقسومة بين ناس ضد وناس معا أمان يا باشا ها 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 شفت عبدالعزيز بيه قاعد يشرب سجار مع الدوري بيه لا بلاحظ إنه معبرناش ونظرته جاد زي ما نكون إحنا المردين لا وهارش هارش إن إحنا روحنا استخبينه عنده قبل الحريقة لا وشيهلك إنه وقف جنبك لما دخل ابنك الكلية يبقى لازم نروح له بهدية تقيلة قاوي عشان نعرف مقلواص بالطبوش احنا هنفضل نيلة مصغر نفسنا عمليه زلولية المتطلقة اللي بتحرجم على بيت جوزها عشان يرجحها انا عمري ما هزغل افضل طول عمر كبير شارع عبدالعزيز والاولاد ده جي ناحياتي حنسفه يا عمي بطل غباوة بقى بقدر مفضحك في السوق كله اين ده؟ تفضح لنا؟ انا عمر الشرشاب انت هتفضح ليه؟ اه اه بقى مرت العش والملح اللي كلبت معايا ورحت بعدت رجابتك يبلغوا عني انا انا بلغ عنك ما ايوة بقى مرت ما جبت عطي انا وقررته ورفعت المسدس في اوش وقال على كل حاجة بسما انا ازما يا انديل لو بص رجلي في شارع عبدالعزيز كله ما هرجع في كلام تاني ولا عايز اعرفك انا ان شاء الله ان شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة